السلام عليكم اليوم التاسع عشر من أيلول 2022 رقيد اجتماع مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية وناقش فيه جملة من القرارات التي اتخذت وصوت عليها المجلس الموقر في البداية كان هناك كلام عن دور العراق في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسوف يتوجه السيد رئيس مجلس الوزراء مع طاقة من عراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية المهمة هذا الاجتماع يحظى بأهمية دولية ويعقد كل مرة واحدة كل عام ولذلك تكون فيه حقيقة اجتماعات رفيعة المستوى فضلا عن مشاركة العراق في هذا الاجتماع هناك لقاءات مع شخصيات رفيعة المستوى تعقد في نيويورك وبالتالي يمثل أو تمثل هذه المشاركة أهمية في تمثيل العراق دبلوماسيا ودوليا وتعزز من مكانة العراق دوليا وأيضا هناك أهمية متزايدة لمشاركة العراق في المحافل الدولية هذه الحكومة عملت طويلا ونجحت حقيقة في ملف العلاقات الخارجية وفي تمثيل العراق دوليا وفي تفكيك الأزمات من خلال الجهد مع أصدقائنا من الدول في الجوار الإغليبي وأيضا في العالم أجمع تأتي هذه الزيارة متوجة جميع الجهد الدبلوماسي المهم الذي قامت به هذه الحكومة وقام به السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي بهذه الاجتماعات المهمة في نيويورك فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت هذا اليوم كان هناك قرار حاسم ومفصلي حقيقة يحسم المشاريع المتلكئة لدينا كثير من المشاريع المتلكئة عكفت وزارة التخطيط على إيجاد حلول لها ووضع معايير جديدة السيد وزير التخطيط الدكتور خالد البتال عرض بين يدي المجلس تلك التحديات والصعوبات وكان هناك قرار مطول بفقرات متعددة صوت عليه مجلس الوزراء منها أنه أوقف العمل بقرارات مجلس الوزراء السابقة في الموضوع نفسه والتي اتخذت في ظروف استثنائية لنقل ظروف أمنية واقتصادية كانت هناك قرارات خاصة تخذت فيما يتعلق بالمشاريع أوقفتها جمدتها الآن تغيرت الأوضاع لم تعود هناك تهديدات أمنية في فترة داعش على سبيل المثال التي اتخذت في هذه القرارات الآن لدينا فسحة لمعالجة هذه المشاريع المتلكئة حقيقة وزارة التخطيط بذلت جهدا طيبا تشكر عليه وقدمت لنا اليوم صيغة للقرار لمعالجة هذه الأمور أوقفت فيها القرارات السابقة بسبب اتخاذها في ظروف استثنائية كما أوضحت قبل قليل وأيضا منوط الآن في ضوء هذا القرار بوزارة التخطيط أن تدرس حقيقة القدرات التنفيذية لوحدات الانفاق الموجودة في الوزارات وأن تقدم معايير لمعالجة هذه القدرات إذا كانت متلكئة ضعيفة وغير ذلك وأيضا وضعت توقيتات محددة للمشاريع لكي تنفذ وفي ضوء هذا القرار الذي ثبتت فيه هذه التوقيتات بين سنة وستة أشهر أن تحسم هذه المشاريع هذا القرار باعتقاده قرار مهم انتظرناه طويلا خضع للدراسة أجل مرات من مجلس الوزراء لكي يبحث بالتفصيل واليوم صار نقاش فيه وانتهينا إلى التصويت عليه ونأمل أن يكون معالجة مهمة لمشاريعنا المتلكة اليوم أيضا استضيف السيد عاد الكريم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء ومدير عام المصرف العراقي للتجارة لبحث احتياجات وزارة الكهرباء من الأموال وتوفير هذه الأموال اللازمة لمشاريع وزارة الكهرباء وكانت هناك مجموعة من التوصيات ستبحث أيضا في اجتماعات قادمة من أجل توفير الأموال اللازمة لمشاريع الوزارة وزارة التعليم كان هناك أيضا قرار بدعم جامعة الشطرة هذه جامعة جديدة بحاجة إلى مبالغ مالية صوتها اليوم مجلس الوزراء على تمويل هذه الجامعة جامعة الشطرة بـ 3 مليار لاستكمال مبالغ تخصيص المباني المخصصة لها وأيضا تلبية احتياجات أخرى تأتي هذا في سياق تركيز الحكومة على دعم التعليم والثقافة في سياق الثقافة أيضا اليوم أدرجت إحدى دوائر وزارة الثقافة دار الشؤون الثقافية العامة في ملف الشراكة والتعاون مع وزارة التربية في ملف طباعة الكتب وستستخدم مطابع وزارة الثقافة لطباعة الكتب المدرسية لصالح وزارة التربية شكرا جزيلا